تعرفوا أصدقائي كتير ناس بيفكروا أنه أول خطوة باتباع دعوة الرب يسوع هلما ورائه هي الأصعب ولما الواحد يحط إجره على الطريق بتصير الأمور أوضح وبصير عارف كيف يمشي هالكلام فيه جزء كتير قليل من الحقيقة صحيح أنه أول خطوة بمشوار الإيمان هي الأهم لأنه إذا أول خطوة ما كانت بالاتجاه الصحيح بصير المشوار كله غلط فمن المهم أنه الواحد يعرف حاله أنه ماشي على الطريق الصحيح وماشي فعلا وراء يسوع مش وراء أفكار عن يسوع لأنه ما فيه أكتر من أفكار الضلال بالعالم والشيطان مش رح يحط الضلال قدام الإنسان بشكل بشع رح يخليه كتير شبيه بطريق الحق حتى يصير أرار السير فيه أسهل ولكن البداية بالرغم من أهميته من أصعب شي بالمشوار يا ما ناس بلشوا الطريق الصحيح وقدام أول تحدي أو صعوبة تركوا الطريق وبعدوا عنه وهذا اللي قاله الرب يسوع لما حكي بمثل الزارع عن الحبوب اللي وقعت على الأرض المحجرة قال هي بتشبه الناس اللي أول ما بيسمعوا رسالة الخلاص بيقبلوها بفرح وبيقرروا يمشوا وراها ولكن الكلمة ما بيكون فيه إلى أصل بقلوبهم وما بيكون قبولهم لإلى صادق إنما مجرد مشاعر بيقول فإذا حدث ضيء أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثرون مش مهم الواحد يبدأ المشوار المهم يثبت ويستمر فيه وفيه أشخاص بيقبلوا الدعوة بالبداية بصدق ومن كل قلوبهم ولكن بيظل في عندهم أشواء للعب مع الخطية وفجأة بيقعوا فيها وبيبعدوا عن طريق الحق بس لأنهم كانوا صادقين من البداية بيصيروا يحسوا بالعذاب اللي عم بيعيشوه بسبب ابتعادهم عن الله عودة هالأشخاص للعلاقة الصحيحة مع المسيح ما بتكون مستحيلة ولكنها بتطلب جرأة وتوبة وقرار من القلب وأول ما بيصرخوا من قلوبهم للرب بيمد إيده وبيرفعهم وبيرجعهم لسكة الحق ومش كأولاد من الدرجة الثانية بل أولاد حقيقيين متل ما كانوا قبل ما يبعدوا عنه وبيحطهم من جديد بملكوته حتى يرجع يستخدمهم متل مصار مع بطرس من بعد ما أنكروا